وإلى حلبتشا حيث عقد المدير العام للاستثمار في محافظة حلبتشا مؤتمرا صحفيا بحضور محافظ المدينة وممثلين عن القطاع الخاص علن فيها عد المنح والخصوصية المقدمة من قبل حكومة قليم كردستان للمشاريع الاستثمارية في محافظة حلبتشا من أجل المزيد من التقدم والازدهار في المدينة بعد زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان ونائبه إلى محافظة حلبتشا قدم بعض الخصوصية للمشاريع الاستثمارية في المحافظة ففي الفقرة التاسعة من مذاكرة رئيس الحكومة إقليم منح الخصوصية للمشاريع الاستثمارية وتفاصيل هذه الفقرة وصلتنا من رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كردستان وتتضمن ثلاث نقاط مهمة للمستثمرين وأصحاب المشاريع في محافظة حلبتشا وبالتأكيد هذه المنح والامتيازات تقدم المشاريع الاستثمارية مرحلة جيدة في المحافظة منها إعفاء المستثمرين في المحافظة عن جميع الضرائب والرسومات المشاريع الاستثمارية التي كانت تأخذ منهم منذ قبول تقديم المشروع لحين تنفيذه وكذلك تحديد شرط تكلفة المشاريع الاستثمارية في المحافظة بـ 500 ألف دولار بدلا مليون دولار وتقبل جميع المشاريع الاستثمارية في هذا الحد وبذلك تنال المشاريع الاستثمارية كافة الامتيازات والمنح الخاصة للمحافظة في قانون الاستثمار والنقطة الثالثة تغيير عنوان الأراضي الزراعية التي تنفذ فيها مشاريع استثمارية وتقوم لجنة من هيئة الاستثمار ووزارة الزراعة بإعداد خارطة تخصص الأراضي الزراعية للمشاريع الزراعية مع تخصيص الأراضي الصخرية للمشاريع الاستثمارية في حدود المحافظة كما صدر قرار من هيئة الاستثمار يخدم المستثمرين في محافظة حلبشة وينص القرار على تمليك أرض المخصص للمشروع الاستثمار على صاحب المشروع إذا كانت تكلفة المشروع ثلاثة أضعاف سعر قطعة الأرض التي تقوم عليها المشروع وهذه الخصوصية والمنح لها أهمية كبيرة في مجال الاستثمار في المحافظة